بسم الله الرحمن الرحيم معكم أخوكم خليل الحراني في فيديو لحل أسئلة سنوات سابقة لمادة دفلويد إن شاء الله في هذا الفيديو راح نحل 6 أسئلة من أسئلة السنوات السابقة سؤالين على موضوع المانوميتر سؤالين على موضوع البوضات سؤالين على موضوع دفلويد راح نبدأ من الأسئلة يعني نوعا ما اللي بتكون أسهل راح نبدأ بالسؤال الأمامنا هذا اللي هو سؤال مانوميتر معطي بده لبرشار عند النقطة ب راح نستعرض الآن طريقة الحل إذن هذا السؤال اللي قدامنا اللي راح نبدأ نحله بده لبرشار عند عند A كم يساوي بكل بساطة راح ندخل من الجزء A بالوصول إلى النقطة اللي هون اللي هي خلينا نسميها به وهي نقطة مفتوحة للهواء لبرشار عند A الآن إحنا هون بدنا ننزل للأسفل فرح يكون زائد جاما لا الفلود اللي موجود معاي خلينا نسميه مثلا A ضرب مقدار المسافة اللي أنا راح أنزلها اللي هي 70 مليمتر اللي هي 0.07 برضو زائد لأنه أنا الآن هون تغير بالكثافة ما بين السائلين فبدأ الطرق أوقف لهون ما بيصير أنزل مرة واحدة 80 مليمتر لازم وإنما فيه تغير بالكثافة إنه أتوقف فبالتالي زائد المسافة اللي هي 28 سنتيمتر اللي هي 0.28 في gamma رد خلينا أسميها في 0.28 الآن صرت أنا عندي نقطة هاي المنسوب بالتالي هي البرشير اللي هون نفس البرشير اللي هون الآن بدأ أطلع من هون باتجاه المسافة كلها 650 مليمتر إذن ناقص gamma blue ضرب 0.65 رح يساوي البرشير عند البي اللي هي 0 طبعا البرشير عند رح يساوي بدي أن نقلهم على الطرفة الثانية اللي هي gamma blue اللي هي رح تكون 0.84 لأنه هو بالسؤال حكيه لأنه الـ الـ اللي هون اللي عند A وعند B نفس الاشي 0.84 ضرب 9810 ضرب 0.65 رح يكون ناقص gamma red في 0.28 اللي هي رح تكون 1.9 في 9810 ومعطينا الـ 9.9 بـ 908 ضرب 0.28 اللي هي الارتفاع دفليكشن تبعها وبرده وبرده رح تكون ناقص الجامع اللي عند A اللي هي 0.84 في 9810 ضرب 0.07 وننتبه انه هون معطيني بالمليمتر وهون معطيني بالسنتيمتر يعني هون على الف وهون على مية وبطلع معنا الجواب النهائي اتوقع بطلع سالب 439 0.48 بالباسكال نشوف السؤال الثاني الآن هذا هو السؤال الثاني اللي رح نحله على موضوع المانوميتر معطيني بايب A وB بحكي لكونتين ووتر under بروشار معطيني البروشار عند A وعند B 276 و138 اللي هي هاي هون ومعطيني الاليفيشن لA 50 أو 5 أسف عند B 3 ومعطيني من عند A لعند النقطة هون X وY ومش معطيني لهم القياسات وبدو قيمة X خلينا نشوف كيف طريقة الحل الآن السؤال اللي قدامنا معطيني اللي برشار عند A زي ما شفت شايفين والبرشار عند B وبدو مقدار H بمثلا بمثل هاي الأسئلة عادي بمشي بأي طريقة بديها من A باتجاه B أو B باتجاه A مش هتفرج ونشوف شو بطلع معنا بالجواب بنبلش مع بعض اللي برشار عند A اللي هو هون رايح أنزل من عند A بالاتجاه للأسفل كامل هاي المسافة من هون لهون X والمسافة هاي من هون لهون H فراح يكون اللي برشار عند A زائد γاما الـ H تو أو هؤ معطينه هاي اللي بالأذرق اللي هي γاما الواتر ضرب مقدار المسافة اللي أنا بدي أنزل هاي اللي هي X زائد H صرت أنا هون حسا بدي أرد أطلع للأعلى اللي هي هون بمقدار ناقص غاما الميركوري ضرب H صرت هون آه طبعا طبعا وصلت هون المسافة من هون لهون Y فبدي أرد أنزل عشان أوصل لعند المنسوب تبع البيه الرسمة طبعا ليس كثير واضح لكن على السؤال واضح جدا بدأ أنزل بمقدار Y في γاما ال ال H تو زائد γاما ال H تو ضرب Y طبعا هون ايش راح تثاوي راح تثاوي اللي بريشر عند بي يعني أنا بعد ما طلعت لهون يعني هي الرسمة جاي لهون تقريبا ارتفاع H عشان تكون واضحة الآن المسافة لما جيت من هون انتقلت لنص الأيمن منها اللي هي هون ونزلت بمقدار Y اللي هي في γاما H تو هاي الشرح إلها ايش يساوي بريشر عند بي الآن شو بعمل بفك كل واحدة موجودة معي بريشر عند A زائد جامل H تو O في X زائد جامل H تو O في H يعني الجامل اللي هون وزعت على X وزعت على Y ناقص جامل الميركوري في H زائد جامل H تساوي بريشر البي الآن شو بعمل آآ وين ما فيه حدود متشابهة بجمعها يعني هون في عندي قاما H تو O X وقاما H تو O آآ في H وقاما H تو O في Y يعني البرشار عند ايه زائد قاما ال H تو O مضروبة بطلع عامل مشترك فبتصير في X زائد H زائد Y ناقص جامل الميركوري في H تساوي البرشار عند B أنا ما بعرف كم قيمة X وكم قيمة Y بس هو هون معطيني بالسؤال ال elevation عند B ثلاث مش محدد لشو ثلاث عادي بظل ماشي زي الرقم معطينية وبوجد H بنفس الرقم المعطينية بدون تحويل واحد هل هي ثلاث متر ثلاث سنت متر طبعا هو بد يكون ثلاث سنت متر أو ثلاث ملي متر ال elevation عند A اللي هي خمسة لو جينا من A عملنا الخط هيك ونزل باتجاه B هون خمسة ال elevation وهون ثلاث إذن الفرق ما بينهم اثنين unit بغض نظر عن شو هي الوحدة ومن A لB ايش عندي مسافات في عندي ال Y وفي عندي ال X يعني X زائد Y شو تساوي اثنين فأنا هون بقدر ايش أعمل بقدر أحكي انه طبعا انا بدي جاما الميركوري في ال H خلي البرشار عند A زائد جاما ال H 2 O في H زائد X زائد Y حكينا اللي هي اثنين ناقص جاما الميركوري في H تساوي برشار ال B نمسح الجزء اللي هون الآن برشار ال A زائد جاما ال H في H زائد اثنين في جاما ال H وزعت الجاما ال H على H وعلى اثنين ناقص جاما الميركوري في H يساوي برشار ال B بدي اخلي جاما ال H مع بعض يعني هون جاما H 2 O في H فبيصير عندي جاما ال H 2 O في H ناقص جاما الميركوري في H تساوي برشار ال B ناقص برشار ال A ناقص اثنين في جاما ال H 2 O برشار ال B ناقص برشار ال A ناقص اثنين في جاما ال H 2 O بطلع من هون قيمة ال H عام المشترك فبيصير عندي جاما ال H 2 O ناقص جاما الميركوري تساوي برشار ال B ناقص برشار ال A ناقص اثنين في جاما ال H 2 O اذا قيمة H تساوي برشار ال B ناقص برشار وتساوي برشار ال B 138 كيلو بسكال ضرب 10 قوة 3 عشان احول لبسكال ناقص برشار ال A 276 في 10 قوة 3 ناقص اثنين في جاما ال H 2 O ال H 2 O 9810 على جاما ال H 2 O 9810 ناقص ناقص السؤال الثالث اللي راح نحله اللي هو على بوينسي فورس اللي موجود عندي Middle part Object 2 اللي هي هون قطع معدنية Hanging thin cord from floating wood black في عنا هون قطع خشبية و مربوط فيها قطع معدنية معطينا ال Specific Graph للقطع الاولى ومعطينا Dimensions كذلك للقطع الاولى ومعطينا Middle part لها Volume وابده Mass M2 وابده tension في الكورد نشوف طريقة الحل لهذا السؤال اذن السؤال الامامنا هو بهذا الشكل بالرسم عندنا خشب او قطع خشبية مربوطة مع قطع معدنية اللي هي هون وبدنا نحسب منها M2 وال tension طبعا مثل هاي الاسئلر اكيد رح تنحل على البوين C فورس لكن الفكرة انه الجزئين مسبتات مع بعض امروطات بواجطة خط شد بينهم لذلك اول اشي باجل القطع الاولى اللي هي الخشب اشي القوة اللي بتأثر عليها وهي طبعا مغمورة رح يكون في عندي قوة الوزن تبعتها رح تكون للأسفل البوينسي فورس F بوينسي رح تكون للأعلى F بوينسي خلينا نسميها وان واش كمان رح يكون في عندي هون بالمنطقة اللي هون رح يكون في عندي تنشن للأسفل فرح يكون في عندي ايضا للأسفل تنشن اذا لو اخذنا مجموع F يساوي صفر اللي الأعلى موجب مثلا الاف بوينسي مباشرة الاف بوينسي رح تساوي تنشن زائد W وان اللي هو الوزن الأول تبع القطع الخشبية الهدف من هاي المعادلة كلها اللي هي اوجد قيمة التنشن فقيمة التنشن رح تطلع تساوي الاف بوينسي وان ناقص W وان الاف بوينسي وان ايش تساوي الاف بوينسي قانون هنذكره مع بعض هي عبارة عن جاما في الفوليوم ساب ميرج جاما تسع آلاف وثمينمية وعشرة لأنه هي مغمورة بالمي الفوليوم ساب ميرج اللي هي خمسين بخمسين بس هون حكيلي انه مغمور مش عشرة هون فيه ثنين ونص مش مغمور مليمتر يعني المغمور سبعة ونص مليمتر وبالتالي الفوليوم ساب ميرج رح يكون خمسين خمسين ضرب سبعة ونص وبالتالي وبالتالي طبعا هون بالمليمتر بدأ أحولهم ل بعشرة قوة ناقص تسعة عشان أحولها لمتر أو 0.05 0.05 ضرب 0.0075 وهكي أنا بكون أوجدت الف بوينس اللي هي تساوي 0.1839 نيوتن تقريبا 0.184 طيب إذن الف بوينس الأولى أنا قدرت أوجدها اللي هي تساوي 0.184 رح أطرح منها الويت ون الويت ون إيش يساوي غاما في الفوليوم الو اللي هو يساوي الكتلة كثافة في حجم الكثافة اللي هي رح تكون 9810 ضرب اللي هو معطيني الاسبسفك جرافيتي للخشب اللي هو 0.35 0.35 إذن 9810 ضرب 0.35 ضرب الفوليوم تبع قطعة الخشب اللي هي اللي هو يساوي 0.05 ضرب 0.05 ضرب 0.05 0.05 ضرب بالألف 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 اللي هو الجزء اللي هون هو يمثل الفوليوم لقطعة الخشب كلها وضربتها في جاما اللي هي 9810 0.35 لأنه 0.35 لأنه الخشب معطيني 0.35 بطلع القيم اللي هون تبعة يساوي 0.08 0.09 8 2 نيوتن إذن المطلوب من المطلوبين الثنين اللي هو التنشن قدرنا نوجد القيمة تبعته اللي هي 0.09 8 2 نيوتن الآن التنشن من هون رح يأثر للأسفل لكن على قطعة المعدن رح يأثر للأعلى وبالتالي رح تصير التنشن هون للأعلى وكذلك الف بوينسي لكن رح يكون للأسفل فقط الويت 2 والف بوينسي 1 إذن من مجموعة في الوايو يساوي 0 التنشن زائد الف بوينسي 1 يساوي W2 الف الف بوينسي 2 خلينا نسميها هاي الف بوينسي 2 التنشن معروف عندي الف بوينسي 2 رح تساوي جاما في الفوليوم للميتل ويساوي الجاما 9810 الف بوينسي 3 ويساوي الف بوينسي 3 5500 بالمليمتر قوة 3 فبدأ حولها في 10 ويساوي ويساوي 0 ويساوي 0 0 ويساوي ويساوي الماس اللي انا بدي اياها في 9.81 اذا M يساوي 0.1522 على 9.81 ويساوي 0.0155 كيلو جرام يعني 15.5 جرام السؤال الرابع اللي راح نحله ايضا على الوينسي معطيني دايميتر لكرة 1219 مليميتر إذا كانت مغمورة للنصف معطيني قيمة الروا للسولت واتر الماء المالح وبدنا المينوم ماسف كونكريت لاذا ارتبطت مع أين أنكر مقدار الروا للكونكريت هاي الفان واربعمائية وثلاث علشان انه قطعة الكونكريت هاي لما نربطها بالقرأ تصير مغمورة بدل نصفها بشكل كامل كم المينوم ماس اقل قطعة الكونكريت بحيث انه لما نربطها ما تصير من مغمورة لنصفها تصير مغمورة بشكل كامل بالبداية أنا في عندي الكرة بتكون مغمورة لنصف إيش بيكون القوة المؤثر عليها؟ بيكون في عندي الوزن للأسفل والإف بو ينثي لأعلى إذن الاف بو ينثي تساوي ام في جي ليش أنا جيت أول إش على المغمور بشكل نصفها؟ عشان أقدر أوجد قيمة الماث للكرة لأنه لو روحت لما تكون مغمورة كلياً راح تكون هي مربوطة بالكونكريت وأنا ما بعرف الماث للكرة لذلك أول إش بيطبق لما تكون مغمورة للنصف فعشان أوجد ماث للكرة الاف بو ينثي تساوي ام في جي إذن الماث تساوي الاف بو ينثي على الجي والاف بو ينثي تساوي جاما في الفوليوم ساب مرج على جي الآن وتساوي طبعا جاما للسائل اللي هي فيه السائل اللي هي فيه اللي هو الماء المالح رو إلو تساوي ألف وخمسة وعشرين إذن ويساوي رو في جي اللي هي هاي في الفوليوم ساب مرج أيضا على جي إذن جي بنختصرها مع بعض وتساوي رو اللي هي ألف وخمسة وعشرين ضرب الفوليوم ساب مرج هو معطيني إنه الفوليوم للكرة كاملة أربعة على ثلاث باي آر تكعيب أربعة على ثلاث باي آر تكعيب بس أنا بدي الفوليوم ساب مرج اللي هي الكرة بتكون لوين لنصفة معناته أربعة على ستة باي آر تكعيب وطبعا ألف وخمسة وعشرين أربعة على ستة باي آر تكعيب آر اللي هي الدياميتر اللي معطيني هي ألف ومتين وتسعة مليميتر اللي هو 1.219 على ثنين لأنه آر والكل تكعيب تطلع الماث للكرة أربعمية وستة وثمانين بوينت أو ستن كيلو جرام الماث الآن بروح لما تكون الكرة مغمورة بشكل كامل هاي الكرة مغمورة بشكل كامل ومربوطة عندي هون بقطعة كونكريت بهاي الحالة راح يكون في عندي قوة قوة الويت أول شيء للأسفل و الو والف بوينت للاعلى بالإضافة إلى وجود قوة تنشن للاسفل نفس فكرة السؤال اللي راح لكن هون الفكرة أنه ما كان معطيني قيمة الماث للكرة قوة فالطريقة توجدها من لما تكون الكرة مغمورة للمنتصف فبهاي الحالة ايش راح يكون عندي الاف بوينت الاف بوينت راح تساوي دابليو زائد تي والاف بوينت ايش تساوي جاما في ويساوي الويت اللي هي في جي زائد التنشن انا ايش بدي الهدف من هاي المعادلة اوجد قيمة التنشن التنشن يساوي جاما اه نعوض على طول الارقام جاما للسائل اللي هي فيه اللي هي رو في جي رو اللي هي الف واربعة وعشرين ضرب جي تسعة بوينت ثمانية واحد يعني انا اللي هي هاي القيمة هاي قيمة ايش جاما لالفلود اللي هي فيه ضرب الفوليوم سب ميرجت هاي المرة راح يكون كرة كلها مغمورة اذا اربعة على ثلاث في باي ار تكعيب اللي هي نصف القطر باينت سكس او ناين فاي تكعيب تكعيب هاي الفوليوم الجزء اللي هون اللي هو الفوليوم سب ميرج لمن؟ لا الكرة كلها الكرة كاملة انا نقلت هاي هون بالتالي ناقص الماس في الجي الماس طلعتها من الفرع اللي هناك 486.07 ضرب 9.81 بقدر من خلالها اوجد قيمة التنشن اللي تساوي 4759.147 نيوتن الآن بطبق المعادلة على الجزء السفلي صار في عندي تنشن هون اللي هي قطعة الكونكريت ثا تنشن للاعلى وفي عند الاف بوينسي للاعلى وفي عند الوزن للأسفل وبالتالي الوزن يساوي الاف بوينسي زائد التنشن الوزن طبعا قيمته معروفة اللي هو م في جي و يساوي الاف بوينسي زائد التي انا اش بدي بدي قيمة الماث فبالتالي بصر عندي الجزء اللي هون يساوي γاما في الفوليوم زائد تنشن يساوي m في g الآن الغاما اللي هون هي تساوي m تساوي γاما في v زائد t على الجي طيب الآن هو مش معطيني الفوليوم زي السؤال اللي قبل كامل معطيني قيمة رو يعني خلينا احنا نعوض نكمل تعويض ارقام بس خلي الجي عن طرف الام التنشن قيمته معروفة ما عنده مشكلة جاما هون اللي هي m في g تساوي جاما لمين لا السائل اللي هي في 1025 قيمة رو ضرب رو في g 9.81 ضرب الفوليوم الفوليوم سب ميرج زائد قيمة التنشن اللي هي قيمة التنشن 4700 59.14 طيب الآن الفوليوم سب ميرج أنا مش معي بس أنا بعرف انه الام تساوي رو في v بدي قيمة الفوليوم سب ميرج اللي هي تساوي m على رو اذا بقدر هون اعوض ودل الفوليوم سب ميرج m على رو رو لمين رو لا الكنكريت رو لا الكنكريت معطينيها بالسؤال اللي هي 2403 وبالتالي هون m في g g قيمتها 9.81 اذا m ضرب 9.81 تساوي 1025 ضرب 9.81 في m على 2403 زائد 4759 0.14 المعادلة المجهول الواحد اللي هي m تطلع منها m تساوي 48.45 kg ننتقل الى الجزء الاخير من هذا الفيديو وهو حل اخر سؤالين على موضوع البوابات في هذا السؤال موجود عندي بوابة مغمورة بشكل لنصف فقط وبدنا الهوريزنتال كمبوننت الهايدروستيك فارس الفيرتيكال كمبوننت اوف هيدروستيك فارس وباينت اوف اف ابليكيشن للهوريزنتال كمبوننت طبعا بداية في سؤال بالبروبلمز مشابه الو وحليته بالفيديو الخاص بشرح موضوع البوابات السؤال هو ثلاث سبعة وثمانين لكن بالفرق بالسؤال ثلاث سبعة وثمانين او بالبروبلم ثلاث سبعة وثمانين انه كان المي كامل للجزء اللي هون معبي هيك لكن هون المي معبي له منتصف البوابة خلينا نشوف كيف بنحل هذا السؤال طبعا بالبداية الزاوية اللي هون كم قيمتها في عندي قانون هاي عبارة عن قطع دائري الـ L-C تساوي 2R بساين دلتا على 2 الـ L-C اللي هو طول الوتر الطويل اللي هو هذا اللي هيك اللي هو ثلاث وثلاث متر ستة متر يساوي 2R اللي هي 2 بستة ضرب ساين دلتا على 2R اللي هي هيها ستة متر بنطلع قيمة الدلتا بتطلع ستتين درجة اذا اللي من هون ثلاثين درجة وهون ثلاثين درجة طبعا هاي ستة متر اذا هاي اللي هون ايضا R ستة متر نحن الفرع ايه نحلو بدنا نوجد قيمة الـ F هوريزنتال الـ F هوريزنتال تساوي جاما في الـ YC في الـ Area في ساين التسعين جاما 9810 ضرب YC اخذها من عند الثلاث لهون ولا من منتصف الست متر ولا منتصف الثلاث اكيد منتصف الثلاث متر ليش لانه في اول مثال للبوابات كان في عنا بوابه هيك ومغموره لهون مي فاحنا بهمنا من عند الجزء المغمور بالمي ناخذ السنترويد للبوابه فالـ YC راح ناخذها من عند مكان الغمر بالماء اللي هو ثلاث متر على اثنين واحد ونص ضرب الـ Area اللي راح تأثر فيها الـ F هوريزنتال راح تأثر على الـ Area اللي هي ثلاث متر وبعرض اثنين متر هو معطيني اياه هون بالسؤال اذا الـ Area راح تكون ثلاث ضرب اثنين وتساوي ثمانية وثمانين ألف ونتم تسعين نيوتن نقطة التأثير هالله هو الخيار فرع C راح تكون الـ YCB تساوي YC زائد I على YC في الـ Area وتساوي الـ YC واحد ونص زائد اللي I B H تكعيب على اثناش B اللي هي ثنين متر ضرب H اللي هي ثلاث تكعيب على اثناش على YC واحد ونص في الـ Area اللي هي ثلاث ضرب اثنين تطلع اثنين متر يعني على بعد الثنين متر اللي هي من هون هيك راح يكون تأثيرها طيب الفرع B بدو قيمة الـ F Vertical الـ F Vertical تساوي γاما في الـ V وتساوي 9810 ضرب الـ V أي V أنا بدي إياها اللي هي اللي هون اللي بتتعرض مباشرة بالـ للسائل المي اللي هو هذا الجزء اللي هون بس عشان أنا أوجد الفوليوم لجزء مثل هيك ما بقدر أنا أعرفه هيك لازم أوجد عندي بهذا الشكل بوجد الفوليوم كامل للشكل اللي هو قطع من الدائرة وبطرح منه فوليوم المثلاث بطلع معي الحجم تبع القطع الصغير اللي هي هاي إذن ضرب فوليوم القطع الدائري كله اللي هو زي فوليوم باي زي فوليوم دائرة لكن هو قطع من دائرة فبلا ذلك هو القانون تبعه ثيتا على 360 ضرب باي أر تربية ستة تربية ضرب مقدار الوايد العرض اللي هو اثنين وبدال ثيتا كام بعوض ثلاثين درجة ناقص نص في القاعدة لأنه بدي الآن مساحة المثلاث في الارتفاع القاعدة كم تساوي اللي هون ثلاث في الارتفاع بوجده عن طريق في ذا غوروس هاي ثلاث متر والزاوي هاي ثلاثين درجة بوجد مقدار ضلع اللي هون اكس تاني ثلاثين يساوي المقابل على المجاور ثلاث تقسيم تاني ثلاثين اذا اه 5.18 1 9 شر融 SO نص 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 معطيني قيمة لألفة مقدارها 35 درجة الزاوية وي واحد متر ونص وي اثنين اربع متر بدي يحكي لي يعني هل البواب رح تتحمل قوة الهايدروستيك فورس اللي رح تتأثر عليها او رح تسقط انا تعملت اخلي هاد السؤال لاخر اشيه لانه في فكرة فيه هو انه المي جاي خارج البوابة لكن فعليا تأثير هذه القوة مش رح يكون يعني هيك رح يكون بهذا الاتجاه الف ار وكمثال او كبروبلم موجود للفكرة تبعته في بربلم ثلاث ثلاث ستة وثمانين انه المي بتيجي برا البوابة ولكن منتعامل مع المي كأنها بداخل البوابة مع نهاية بعد الحل رح اشرح ليش بتكون انه منتعامل معها كأنها بهذا الاتجاه طيب خلينا نشوف الحل بالنسبة للوايد طبعا 2 متر اول اش بدي اوجد الواي سي في عندي هون اربع متر وهي الزاوي 35 درجة اذا هذا الضلع رح يكون او المسافة هاي اللي هي اربع على ساين 35 اللي هي تساوي 6.9 7 وبرضو المسافة هاي واحد ونص متر اللي هي هاي ها هون واحد ونص متر وهاي الزاوي اللي هون هي ايضا 35 درجة بالتبادل وبالتالي الضلع اللي هون رح يكون واحد ونص على ساين 35 اذا كالواي بار سي رح تساوي الواحد ونص على ساين 35 زائد نص الأربعة على ساين 35 عشان اوصل لهون الواي السي اللي لهون بهذا الشكل تطلع قيمة الواي سي 6.1 الاف ار تساوي قيمة 9810 ضرب الواي بار سي اللي هي 6.1 ضرب الاريا اللي رح تأثر فيها الاريا طبعا اللي هي بهذا البوابه هيك شكلها الضلع هذا اللي هو اه اربعة على ساين 35 6.97 وفايتة لجوه هيك بطريقة احنا مش شايفينها يعني هي مش جاي هيك لا هي جاي للداخل هيك يعني لو بدنا نجي نرسم تكنس الها هي فايتة هيك لجوه اثنين متر وهاي المسافة اللي هي 6.97 هيك تقريبا اذا الاريا تساوي اثنين ضرب ساين الخمسة وثلاثين وتساوي اربعة سبعة ثمانية بوينت اربعة ستة ثمانية او بنقدر نحكي حل اخر او ر الاف ار تساوي جاما في اله اتش سي في الاريا وتساوي جاما تسع الاف وثمانية وعشرة مقدر اتش اللي هي واحد ونص ومنص الاثنين الاربعة اللي هي اثنين يعني ضرب ثلاث ونص ضرب الاريا سكس بوينت اه ناين سبن ضرب اثنين طبعا ثلاث ونص لو جينا ضربنا ال سكس بوينت ون بساين الخمسة وثلاثين بعطيني نفس هاي القيمة لو طلب نقطة تأثيرها راح تكون الواي سي بي الواي سي بي تساوي الواي سي اللي هي اللي هي 2.615 زائد 6.7 على اثنين هاي هي الواي سي اللي اوجدناها بتطلع 6.1 لو طلب الواي سي بي اللي هي تساوي الواي سي زائد اي على واي سي في الاريا الواي سي 6.1 زائد الاي اللي راح تكون بي اتش تكعيب على اثناش بي اللي هي 6.97 اه لا اثنين بي ضرب 6.97 تكعيب على اثناش على الاريا في 6.1 طيب الان بس نشرح اه طبعا طبعا الجواب بتطلع قيمة الف ار 478.468 راح تأثر بهذا الاتجاه وقوة الوزن الوزن تبع البوابة كم معطنية بالسؤال معطنية أقل من الوزن اللي هون الويت يساوي 140 إذن أقل من ال-FR أكبر منه إذن راح يصير إنه هاي البوابة مش راح تتحمل وراح تنهر لكن خلينا نشرح بس موضوع صغير ختام حل هذا السؤال بخصوص هذا السؤال طبعا في عندي البوابة هي بهذا الشكل الجاي وهون في عندي مي الآن البرشار ال-Hydrothetic Force والبرشار الناتج من المي كيف راح ييجي توزيعه البوابة هاي شكلها أو خلينا أول إشي أخذ لو كان بدون يعني ما في عندي هاي الحف اللي هون لو كان في عندي بوابة موثلثة هيك ما إلا كيف راح ييجي توزيع البرشار عليها بهذا الشكل على شكل مسلث وإذا كان العمق اللي هون مثلا نحكي اثنين متر فمقدار البرشار اللي هون راح يكون اثنين ضرب جاما لا ال-H2O إذا كان هون وبالتالي إذا أنا بدي أحسب منه ال-F-R بهاي الحالة راح يكون عندي إذا كانت هاي الزاوية زي بحالتنا مثلا 35 درجة فهذا الضلع راح يكون اثنين على ساين ال-35 وبالتالي البرشار راح يكون أو ال-F-R راح تكون تساوي الشكل هذا مثلث بالتالي نص القاعدة اللي هي اثنين في جاما ال-H2O ال-H2O في الارتفاع اللي هو راح يمثل ل اثنين على ساين ال-35 ونقطة تأثيرها راح تكون على بعد ثلث من المسافة هاي يعني المسافة من هون لهون راح تكون ثلثين في اثنين على ساين ال-35 تمام لكن الان في سؤالنا احنا السؤال تبعا احنا هون في عندي هاي موجودة هاي وبالتالي لو بدي اجي اشوف مكان التوزيع اللي عليها راح يكون امدها من هون هون راح يكون صفر وهون راح يكون فيه لقيمة عند هاي النقطة مش راح تبلش من صفر وراح اكمل لما اوصل شكل المثلث وراح يبلش تأثير القوة اللي عليها المسافة هاي بالسؤال التبعي خلينا هاي متر ونص وهاي اربع متر اذا اللي هون ايش راح تكون راح تكون خمسة ونص لانه اربع واحد ونص في جامة الاتش تو او الضلع اللي هون راح يكون واحد ونص في جامة الاتش تو او اللي هي بس مقدار الضغط اللي بتشكل من المسافة هاي طيب الضلع اللي هون هاد تبع البوابة راح يكون اربعة على ساين الخنس وثلاثين اذا انا لما بدأ اجي اوجد مقدار الاف ار مش رايح اقدر احكي هون مثلث ليش لانه صار في عندي هون عبارة عن مربع و او مستطيل مع مثلث وبالتالي راح يساوي بالنسبة لمساحة المستطيل اللي هي هون واحد ونص جامة الاتش تو او ضرب مقدار الاربعة على ساين الخمس وثلاثين طول بعرض زائد المساحة اللي بتأثر منها لبرشار جاي من المثلث اللي هي نص في القاعدة اللي هي في الارتفاع القاعدة اللي هي نفس الاشي مش هتختلف اربعة على ساين الخمس وثلاثين ضرب الارتفاع الارتفاع اللي هون اذا هاي كلها خمس ونص المسافة هاي خمس ونص راح اشيل منها واحد ونص راح تصفي هاي الصغيرة اللي هون اربعة يعني ضرب اربعة قام اشتق هاي الحالة طبعا بحالة كان في عندي عرض واحد متر لكن لما يكون عرض اثنين متر راح يكون من الجهتين فبالتالي الجواب النهائي اللي بيطلع معي من هون راح يكون ضرب اثنين بنعوض القيم الموجودة عنه راح تطلع اف ار نفس قيمة اللي اوجدناها على الحل الماضي اللي هو اربعمية وثمانية وهاكي بنكون شرحت هاي الفكرة فكرة صغيرة بس حب احكيها على موضوع بحال اعطينا اف ينسي للبلون اخر فكرة بدي احكيها دورت كثير على اسئلة السنوات اللي هال الموضوع ما اجا وهو بصراحة اجاني سؤال ضمن اسئلة السنوات الفصل الماضي انه عندي انا باللون مملوء بالهيليوم ومربوط ب حجر مثلا روك بدي انا السؤال problem او اجزامبل بحكي نجلكت ذا ماتيريا لأف بالون وبيدي الفوليوم للهيليوم اذا كان هون كله معبه هيليوم معطيني الراء للهيليوم مقدارها 0.18 كيلو جرام لكل متر مكعب طيب الى مبدأ حل هذا السؤال ايضا بنحل على الوينسي فورس هو اكيد بالهوى لكن رح يأثر عليه فوينسي للاعلى من الهوى الوزن للأسفل وبهاي الحالة الوزن رح يكون للأسفل الويت ورح يأثر عليه كمان قوة التنشن اللي هون التنشن وبالتالي الاف بوينسي رح تساوي التنشن زائد الويت الاف بوينسي تساوي جاما لا الهوى لأنه مغمور بالهوى هو طاير بالهوى في الفوليوم برضو للهوى يساوي التنشن اللي أنا موجود عندي اللي رح يمثل الماس تبعة الروك في الجي زائد الويت ل البلون اللي هو أيضا يمثل م في جي بس م لإيش هون للروك وهون لا الهيليوم طيب الآن ال الويت اللي هو رو في جي جاما رو في جي للهوى جاما للهوى في جي في الفوليوم برضو للهوى يساوي ال M للروك خلينا نطلعها نطلع الجي عن المشترك فبتصفي M روك زائد M هيليوم إذن الجي مع الجي بتروح طيب أنا المطلوب بدي الفوليوم تبع الهيليوم الفوليوم بتاع الهيليوم هو نفسه ظوليوم الار لأن أصلا هو مغموره بشكل كامل في الهوى وبالتالي أنا ماس الروك معطى بالسؤال الماس تبعت الروك معطى خمسين كيلو جرام لكن ماس الهيليوم أنا مش معي لكن معي رو وبالتالي الماس شو تساوي رو في V رو في V زائد ماس الروك اللي هي خمسين تساوي رو الهوى في الفوليوم للهوى إذن رو الار في ناقص رو في V تساوي خمسين الفوليوم للهيليوم هو نفسه الفوليوم للهوى لأنه البلون مغموره بشكل كامل فبطلع عامل مشترك الفوليوم لهو مشترك في رو الهوى ناقص الرو تبعت الهيليوم تساوي خمسين بقسم على رو الهوى معطيني 1.2 ناقص الرول الهيليوم 0.18 يعني رو الهوى معطى بالسؤال 1.2 وبطلع معي الجواب تبع الفوليوم بالمتر مكعب هيك بنكون بكون تقريبا يعني نقشت أهم الأفكار الموجودة معنا وبدأ أنبه لحل البروبلم 3 86 بالإضافة إلى حل حل اكزامبل 3 7 صفحة 74 وكذلك اكزامبل 3.3 صفحة 68 إن شاء الله أني أكون قدمت الإفادة المطلوبة وأنه كنت عند حسن ظنكم وأعتذر لأي تقصير وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر